وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم خافضون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافضون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم جدرية قد يظن البعض أن فيها نوع من التناقض أن لا أحد يدخل الجنة بغير عمل ولا أحد يدخل الجنة بعمله هل في هاتين الجملتين شيء من التناقض لا أحد يدخل الجنة بغير العمل إذن بالعمل ندخل الجنة فما معنى ولا أحد يدخل الجنة بعمله في الواقع قد يظن البعض غرابة في هذه الجملة لكن إذا وضحنا حقيقتين نعرف معنى ذلك الحقيقة الأولى أن ربنا عز وجل لا يعطي الجنة لمن لا يعمل لها ولا يريدها ولا يرغب فيها ولا يسأل عنها أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون بالقوة وبالإجبار لا يدخل الله أحدا في جنته الحقيقة الثانية أن الجنة عظيمة وعظيمة 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 بما لا يمكن أن نساوي بينها وبين أعمال العبادة الذين يدخلون الجنة إذن من جهة ربنا يدخل جنته من يريدها ويرغب فيها ويسألها ويعمل لها لكن من جهة أخرى أن الجنة عظيمة إلى درجة لا يوجد شيء يمكن أن نقول هذا ثمن الجنة لأن الجنة أعظم بكثير مما نعمل من أعمال ليس فقط نحن حتى الأنبياء والرسل يعني تصور نبيا منذ أن ولد كان في حالة الطاعة لله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وهو في المهد من المهد إلى اللحد كان في حالة العبادة والطاعة والخضوع والخشوع وأداء المسؤولية وهداية الناس ومساعدتهم هل أعمال عبد كعيسى بن مريم سلام الله عليه وعلى أمه وأعمال بقية الأنبياء مساوية من حيث القيمة للجنة التي خلقها الله والناس فيها خالدون الجواب لا الجنة تحتاج إلى العمل وتحتاج إلى النية ولكن عطاء الله في الجنة أعظم من أعمال العباد كمثال على ذلك لو أن أحدا قام بعمل بسيط نوعا ما أنقذ شخصا من الغرق مثلا ساعد رجلا يمشي في الشارع وهو أعمى حتى يقطع الطريق مثلا ثم أعطوا له قارة آسيا كل قارة آسيا بما فيها من أراضي وبساتين ومزارع وبيوت وقصور وسلطة الحكم في آسيا في مقابل هذا العمل هل عمله هذا يساوي من حيث القيمة مجرد يأخذ بيد فقير من مكان لمكان بيد أعمى أو ينقذ أحدا خلال خمس دقائق عشر دقائق من الغرق فتعطى له قارة آسيا هذا الثمن ليس بحجم المثمن لكن من دون أن يقوم أحد بعمل ما لا أحد يعطيه شيئا مقارة آسيا شبر من الأرض ميت رب العالمين يعطي عظيما من الملك كثيرا من النعيم وخلودا مطلقا في مقابل عمل بسيط بدون هذا العمل لا يعطيه لكن هذا العمل ليس في الحقيقة هو ثمن الجنة من حيث القيمة ومن حيث الزمن سبعين عام كان يصلي ويصوم ويحج ويساعد الآخرين ويهديهم إلى سواء السبيل سبعين سنة زين يعطوا سبعين سنة من النعيم مئة واربعين سنة من النعيم مئتين وثمانين سنة من النعيم ألف سنة من النعيم سبعين ألف سنة من النعيم خلود إلى أبد الآبدين في مقابل سبعين عام إذن لا أحد يدخل بدون العمل ولا أحد يدخل فقط بعمله نعم رحمة الله فضل الله منة الله على عباده المؤمنين إن فضله كان عليك كبيرا فضل كبير يعطي رب العالمين بحجم رحمته وكرمه لا بحجم عملك لكن بدون العمل رب العالمين ما يعطي هذا الشيء يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الجنة والجنة كلها حياة الجنة عندها الوعي والإدراك والفهم والشعور وعواطف وعقل وإرادة لما خلق الله الجنة خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها تكلمي تكلمي يا جنة خلقها بعقل بحياة بإرادة بشعور بفهم وأمرها بأن تتكلم ما الذي قالت قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون هذا كلام الجنة نزل في صورة سورة المؤمنين على لسان النبي لنا قد أفلح المؤمنون الحديث عن الجنة كما ذكرت مرة في كتاب الله عز وجل قد يأتي بصيغة الماضي قد أفلح ميفلح المؤمنون قد أفلح وجمع الشمس والقمر هذا الحديث لأن رب العالمين لا يحكمه زمان والزمان بالنسبة إلى الله لا شيء فما سيأتي بالنسبة إلينا بعيد إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الآن مثال ولا مناقشته في الأمثال أنت رجل اشترطحا من الزمن عندك عمر إذا تقول منا إلى بكرة لا شيء أرى عشرين ساعة ولدك يسألك شيء تقول له غدا اشتري لك هذا الشيء بالنسبة إليك غدا مساحة قصيرة من الزمن بالنسبة إليه طويل أحيانا يعبر الأطفال بكرة تطيني بكرة تشتري لي بالنسبة إليه بكرة بعيدة بالنسبة إليك لا أنت عشت خمسين سنة إذا قيل لك في العام القادم أو تريد أن تشتري بيت وتقول عام القادم أشتري بعد سنتين بالنسبة إليك اللي عايش خمسين سنة السنة القادمة العام القادم ليس شيئا بعيدا لكن بالنسبة إلى الطفل شيئا بعيد رب العالمين الذي لا يحكمه زمان وحتى الزمان الذي خلق به الخلق ما يقوله بعض علماء الفلك الفيزياء أن عمر الكون خمسطعش تقريبا بين ثلاثة عشر إلى خمسطعش مليار عام إذن بعد مليون سنة تقوم الجنة ليس شيئا بعيد قد أفلح المؤمنون وهذا هذه العبارة هي إخبار ووعد من جه إخبار أن المؤمنين أفلحوا من جه وعد أن المؤمن سيفلح والفلاح يعني ماذا هم المفلحون في القرآن الكريم كثيرا ما تتردد هذه الكلمة الفلاح أفلحوا يفلحون مفلحون ما هو الفلاح الفلاح والنجاح المطلق نحن نعتبر فلان ناجح لأنه ربح في التجارة نجح في الزواج نجح في امتحان السياقة نجح في الجامعة نجح هذا النجاح محدود في مجال معين بس النجاح المطلق هو الفلاح أن ينجح في الجانب المادي والجانب المعنوي ولا يخسر شيء أنت أحيانا تنجح في مجال لكن في مقابلة خسرت نجحت صار التاجر كبير بس خسرت عمرك صرفت عمرك شيبت كبرت لكن الفلاح هو النجاح من دون خسائر ونجاح بجميع الأبعاد ونجاح معنوي ومادي ودنيوي وأخروي هذا هو الفلاح قد أفلح وقد حرف التحقيق إذا قلت قد يعني قطعا يقينا ولذلك هذا إخبار وهذا أيضا وعد قد أفلح المؤمنون إذا في هذه الصفات عندك اطمئن أنك من المفلحين من الناجحين دنيا والناجحين آخرة والناجحين ماديا ومعنويا قد أفلح المؤمنون من وذول المؤمنين من ادعى الإيمان أصلا المؤمن والصالح والصادق ما يجي يفتخر بإيمانه إذا شفت واحد نافخ في نفسه ويقول أنا مؤمن أنا صالح أنا بطل يعرف هذا بطل مو بطل المؤمنون الصالحون يتركون أعمالهم تنطق بإسمهم لا أن ألسنتهم تنطق ولا يدعون لأنفسهم شيئا شوف الأنبياء والرسل وهم أعبدوا الناس وأخلصوا الناس يوم اللي في الدعاء يتكلمون مع رب العالمين وكأنهم من المذنبين الكبار مو مذنب عادي كأن مذنب كبير لكن الذي يتكلم وكأنه يستحق على ربه الخير كله والجنة كلها يعرف هذا في إيمان إشكال قد أفلح المؤمنون الإيمان ضروري شرط أساسي أساس لبناء المستقبل بناء الجنة لكن المؤمن فرق عن المعتقد نحن في القرآن ما عدنا يعتقد نقول عقيدة في تعبيرنا اليومي لكن في القرآن ما عدنا عقيدة عدنا إيمان الإيمان هو الذي رسخ فيه روحك وتعمل به هذا إيمان يعني فرق بين من يظن أن هناك خطر لو خرج من هذا الباب وبين من هو مطمئن أن هناك خطر هذا ما يمكن خالف إيمانه إذا أنت تمشي ومطمئن أن هناك رجال شرطة المرور بوليس حتماً موجود في هذا الشارع تشوف كل أعضاء جسمك مقيدة وملتفتة واتطالع علامة السرعة وتتأكد من حزام الأمان والطالع اللي بالسيارة لأن عندك يقين هناك سيارة بوليس أما اللي يمكن أو لا يمكن ربما مت تتقيد المؤمنون هم أولئك الذين فعلاً صدقوا أن هناك شيء هناك حساب كتاب ثواب عقاب مطمئن حتى في الجانب الإيجابي أنه إذا قام بصلاته فهو يثاب على صلاته إذا قام بعمل صالح يحصل عليه سمع الله لمن حمده مشاك فعلاً من يحمد ربه فإن الله يسمعه مطمئن هذا الإيمان قد أفلح المؤمنون هذا لسان الجنة جنة تتكلم الذين هم في صلاتهم خاشعون طبعاً الصفات المذكورة في هذه الآيات المباركات قبل ما رب العالمين يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يبين ستة أعمال مواقف شروط من غير الإيمان بعضها يرتبط بالعلاقة بينك وبين ربك وبعضها في العلاقة بينك وبين نفسك وبعضها في العلاقة بينك وبين الناس هذه ثلاث مجالات من العلاقات علاقتك مع من فوقك علاقتك مع الخلق الذين هم مثلك وعلاقتك بنفسك هنا ستة أمور تذكرها هذه الآيات المباركات الصفات اللي في الصلاة في الخشوع الذين هم في صلاتهم يصلي لكن صلاة فيها روح مو لقلقة لسان حالة من الخشوع والخضوع والاستكانة والتسليم التسليم لله إذا قيل له هذا أمر الله بعد ما يناقش قال الله وأقول أنا ما عنده الذين هم في صلاتهم خاشعون هم يصلي وهم صلاة فيها روح الخشوع الخشوع يبدأ من القلب بالطبع لأن مصدر العواطف في القلب الخوف في القلب الفرح في القلب والحزن في القلب يبدأ الخشوع من القلب ويسري في الجوارح الخشوع في مقابل شنو؟ في مقابل أحد أمرين إما الحياة إيش؟ دي يصلي بس محايد وإما التمرد في واحد متمرد على ربه في واحد لا أبالي ومتمرد بس لا أبالي الأمر الثاني الإعراض عن اللغو حياتك سمينة عمرك سمين يقول time is money time is جنة time is money time الوقت العمر سمين المؤمن لا يقضي عمره في اللغو اللغو لا يعني فقط اللغو في الكلام وإنما اللغو في العمل عندنا لغو الفعل كما عندنا لغو القول ولغو الاهتمام في واحد اهتماماته أشياء تافه جداً أشياء تافه مهتم بيها لكن الأشياء الجادة اللي مرتبطة بمصيرة ما مهتم بيها إذا رأيت شاب عمره 16-17 سنة اهتماماته ألعاب ناينتندو مثلاً فهذا ألعاب صبعاً صارت هذه عتيقة وقديمة أعرف لكن هاي اهتماماته إما هو خفيف العقل أو جاهل أو لا يعرف أن مصيره لا يرتبط بألعابه بل بأعماله والذين هم عن اللغو معرضون ما يروح وراء اللغو معرض عنا يطيئ ظهره لكل ما هو اللغو لغو القول لغو الفعل لغو الاهتمام المؤمن لا ينشغل بالتوافع المؤمن ينشغل وعنده أولويات بالأهم حتى أنه لا ينشغل بالمهم إنما بالأهم إن وقتك لا يسع لكل شيء كما يقول الإمام الميور المؤمنين شوف الأولويات مالتك وين الآن أهم شي تعمله الآن شنو في بعض الناس إذا قلت له مثلا أترك هذه المعصية أو تلك يقول أنا أحسن من فلان اللي يرتكم معاصي أكبر يزني يقول أخو أنا أحسن من اللي يغتصب أنا أحسن من اللي يقتل كلام صحيح بس أنت كبشر كإنسان كمؤمن لازم تهتم بالأهم وليس بالمهم فكيف بتتافه والذين هم عن اللغوة معرضون شوفوا ملايين من البشر يستهلكون أعمارهم في ملايين من الألعاب كم من الألعاب موجودة في الإنترنت ملايين ملايين أنواع من الألعاب الرخيصة المجانية كم من الناس يصرفون أعمارهم على هذه أيضا ملايين هذا مو لغو هذا يرتبط بوين من حياتنا يرتبط بالتنمية بالتطور بالعلم بالبناء بالعمران بالمستقبل شون يرتبط استلاق والذين هم عن اللغوة معرضون طبعا اللعب السليم للاستراحة هذا ما فيه إشكال تقضي ساعات من وقتك استراحة لكي تقوم بعمل هذا مطلوب إن هذه القلوب تمل كما تمل الأجسام فاطلبوا لها طرائف الحكم يعني بعض النكت سليمة التي ليس فيها استهزاء بالآخرين تحقير للآخرين ما فيه إشكال لأن الروح تمل من العمل الجاد دائما بس خلي استراحتك ما تشمل ثمانين بالمئة من عمرك عشرين بالمئة استراحة ثمانين بالمئة عمل وإلا فأنت من المنشغل باللهو لهو الفعل لغو الفعل أو لغو القول أو لغو الاهتمام هذه مثلتين الخشوع في الصلاة والعبادة والإعراض عن اللغو الأمر الثالث العطاء المؤمن على أقل التقادير مثل النخلة مثل الشجرة أقل شيء بمقدار ما يأخذ يعطي هذه الشجرة تأخذ من الماء من عناصر التربة من أشعة الشمس وبمقدار ما تأخذ تعطي ثمار فإذا لم تثمر أنت تقطعها وتحرقها في الدفاية مالتك أو تحتلق قدر ليش لأن قامت تأخذ أكثر ما تطي زيني زيني دا أنا دا أخذ أضعاف وما أعطي شيء شونه قيمتي في الحياة يعني الخروف يعطي للإنسان دمه لحمه أنت مطعمة كم يوم أو أخذته إلى المزرعة وأخذ من الزراع والنباتات شكت أخذ لكن دا يطي كل حياته إليك مع ذلك هو في خدمتك وأنت في خدمة من هذا الذي تأخذه من الوقت من الزمان من العمر من الطعام من الشراب من مختلف أنواع النعم لكن في مقابل ذلك لا تعطي شيء أي شيء مدت لا المؤمن دائما في حالة العطاء لا يبخل بماله في الإنفاق على المحتاجين هنا ملاحظة أذكرها لكم في قضية صلة الرحم البعض يظن أن صلة الرحم هي مجرد الاتصال بالشخص وسلام عليكم عليكم السلام صلة الرحم المعنى الحقيقي لصلة الرحم العطاء مال جهد وقت هذا صلة الرحم ما مجرد اتصال تليفون تصله يعني تعطيه المؤمن دائما في حالة الأخذ والعطاء من مكان دا يأخذ مكان دا يطيه فهو واسطة خير مو فقط يأخذ هذا جسمك إذا كان فقط يأخذ العناصر الموجودة في الطعام يعني يأخذ بروتينات ويأخذ بيتامينات وأملاح بس ما يطيه هذا الجسم مريض لازم منه يأخذ منه يطيه لازم عندك حركة لازم هاي الطاقة التي جمعتها في جسمك تصرفها إن لم تصرفها فجسمك مريض تصاب ألف علة وعلة ذلك لابد من الحرك من لا يتحرك يصاب أمراض في الدم أمراض في القلب أمراض في جميع مناحي جسمه إذن المؤمن ينفق من ماله من جهده على المحتاجين وليس من الذي يأخذ ولا يعطي يرفع العوز عن الآخرين والذين هم للزكاة فاعلون تعابير القرآن دقيقة لا يقول ربنا والذين هم ينفقون الزكاة يعطون الزكاة دائما في حالة لأنه فاعل هو اللي متلبس بالعمل الآن ضارب يعني الآن ضرب يعني في الماضي يضرب يعني في المستقبل ضارب يعني الآن المؤمنون هم المتلبسون بفعل الزكاة دائما والذين هم للزكاة فاعلون الزكاة عدهم فعل والذكاة يعني المال وكما يعني العلم زكاة العلم بذله عندك معلومة اعطيها للآخرين لتضمه لنفسك ابذل معلومتك وكذلك كلما تملك خبر عندك ابذل خبرتك للآخرين خبرتك مالك علمك وما أعطاك الله طاقة نشاط منصب مقام انت مسموع الكلام كل هذا لازم تصرف على غيرك والذين هم للزكاة فاعلون الصفة الرابعة الى هنا قلنا الخشوع والخضوع والتسليم لله والاعراض عن اللغو وايضا العطاء الصفة الرابعة للمؤمنين العفة نحن غالبا ما نتحدث عن العفة للنساء وهل الرجال معفين من العفة ما لازم يكون الرجل عفيف بس المرأة لازم تكون عفيفة لا العفة للمؤمنين جميعا نساء ورجال المؤمن ليس فاسقا ليس فاجرا هل المؤمن يكذب قال لا ما دام مؤمن ما يكذب حالة الكذب ما عنده ايمان لو عنده ايمان ما يكذب حالة الزنا حالة الفسق حالة الفجور حالة الظلم ما معقول أن الإنسان يرى الحفرة ويطمئن أن هناك حفرة ومتأكد إذا مشه يطيح في الحفرة مع ذلك يبقى شيء إلا إذا كان مجنون أو نايم أو سكران ولا ما معقول من يرى أن الفسق مضر بنفسه وبالمجتمع لا يفسق من يرى أن الظلم ظلمات يوم القيامة لا يظلم إذن في حالة الظلم في حالة الفسق في حالة الفجور ما عنده ايمان ربنا عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون بعدين يجيب الاستثناء طبعا هذه طاقة رب العالمين أعطاها للبشر لأن له حاجة فيها يمتحن البشر بهذه الطاقة ولكي يسعده في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنا بعضهم فسر هذه الآية بالزوجة في الدنيا حسنة يعني زوجة صالحة وفي الآخرة حسنة يعني الحول العيد أو زوجتها المهم إلا والذين هم لفروجهم محافظون يجيب الاستثناء بين قوسين ويرجع مرة ثانية لشروط الإيمان وشروط الدخول إلى الجنة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذه هي الصفة الرابعة العفة العفة في الواقع فيها طهارة الروح من تكون روحه ملوثة يرتكب الموبقات والمعاصي والفسق والفجور اللي الروح طاهرة لن يذهب وراء ذلك هذه روح نجسة من يذهب وراء الفسق والفجور والظلم والعدوان والطغيان روح فيها إشكال فللحفاظ على طهارة الروح وللحفاظ على المجتمع وللحفاظ على الأسرة والعائلة وحتى لا تتمزق العائلة فإن المؤمن هو عفيف رجلا كان أو امرأة لأن في الفسق والفجور خراب البيوت وتمزق العوائل الخامس والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون حفظ الأمانة مسألة أن أحدا اتمنك على مبلغ من المال هذه مسألة بسيطة يعني من الأنواع البسيطة للأمانة أن لا تكون خائنة للأمانة إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أمانة العلم أمانة الإيمان أمانة التسليم أمانة الإخلاص للفطرة أمانة العقل هذه كلها أمانات رب العام لمن حملها للإنسان لكن هذا الإنسان كان جهول كان ظلوم ظلم نفسه ظلم المجتمع خان الأمانة المؤمن لا يخون الأمانة حفظ الأمانة أيضا ضرورية لتقدم المجتمعات إذا في شركة تكذب على الناس في منتجاتها ومصنوعاتها الناس عادةً ما يشترون منعتها يعني هل أنت تثق بشركة تعرف أنها تكذب على المشترين هل تشتري منها بضاعة لو أن أحداً خدعك مرة هل تنخدع به مرة ثانية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فإذا رأيت مؤمناً يلدغ من جحر مليون مرتين يعرف هذا في إيمان الإشكال المهم أن المؤمنين من شروط الإيمان من شروط الدخول في الجنة الذين هم لأماناتهم وعهدهم إذا أطى كلام التزم بكلامه هذه أداء الأمانة في مقابل الخيانة وفي الخيانة خراب المجتمعات وسقوط الحضارات وهذه مرتبطة بالعلاقة بالناس الخضوع والخشوع في الصلاة مرتبطة بالعلاقة مع الله العفة مرتبطة بالعلاقة مع النفس حفظ الأمانة والعهد مرتبط بالعلاقة مع الناس ثم الالتزام الدائم بالعبادات مو التزام موقت أنت تريد الجنة والخلود فيها على الأقل لازم عندك التزام خالد دائم يسأل الإمام الصادق صلى الله عليه ما سر خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قال لو المؤمنون كانوا باقين في الدنيا خالدين فيها لاستمروا على عباداتهم وطاعاتهم إلى الأبد الله ديرزقهم على النية مالتهم نيته أنت الآن عيشت فترة من الزمن ملتزم بعباداتك لو عيشت أكثر من هذا تبطل من العبادات لا ما تبطل رح تستمر فيه كذلك الفاسق والفاجر يستمر في فسقية وفجورة الالتزام الدائم بالعبادات وهذا ما يميز المؤمن عن الكافر والمؤمن الصادق عن المؤمن المنافق والذين هم على صلواتهم يحافظون ثم يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالده إرث يعني شنو يعني واحد مات انت حصلت على ماله هذا معنى الإرث من من نرث الفردوس الفردوس طبعا أعلى درجات الجنة عندنا الفردوس وجنة عدن المهم هذا السؤال واقع سؤال جميل وضروري من من يرث أهل الجنة جنتهم من الميت من الذي رحل عن القصر الموجودة في الجنة حتى سكنت أنت فيه هاي الوراثة من وين طبعا في عدة آيات هاي كلمة الوراثة تأتي نودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون شون الإرث اسمعوا هذه الرواية تشرح لكم سبق وأن قلنا أن رب العالمين يريد الخير لعباده وما خلقنا لناره وعذابه وجهنم إنما خلقنا لنعيمه ولطفه وكرمه ورحمته وجنته أي إنسان يأتي إلى هذه الدنيا رب العالمين يحدد له مكانين مكان في الجنة ومكان في النار إذا عمل الصالحات يذهب إلى المكان اللي في الجنة وإلا في النار يقول الإمام الصادق ما خلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منزلا وفي النار منزلا يعني أنا عندي منزل في الجنة الآن وأنت نعم ومنزل في النار لا سمح الله نعم فإذا سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إذا خلص فصل الله بين العباد وأسكن أهل الجنة في جنته وأهل النار في ناره نادى مناد يا أهل الجنة أشرفوا تعالوا يشوفوا فيشرفون على النار وترفع لهم منازلهم في النار يرأوهم شوف هاي الحفرة كانت مالتك هاي باسمك يوم اللي جئت للدنيا ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحا بما صرف عنهم من العذاب يشوفون الحفرة التي كانت مكتوبة لهم لو أنهم عصوا ربهم الآن اللي نجوا منها فرحتهم بمقدار اللي لو كان الموت موجودا لماتوا فرحا ثم ينادهم يا معاشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة وما فيها من النعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموها فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ذلك اليوم حزنا فيورث هؤلاء منازل هؤلاء وهؤلاء منازل هؤلاء وذلك قوله الله تعالى يرثون الفردوسهم فيها خالدون إذن قد أفلح المؤمنون لابد من الإطمنان إلى وعد الله لأن هذا كما قلت إخبار ووعد الله ديطي وعد والله إذا وعد وفى لا يخلف المعات بمقدار ما لابد أن نخاف من أعمالنا لابد أن نثق برحمة الله وبلطف الله أن يعيش قلبك بين الخوف والرجاء يعني كما قال الإمام علي لو قيل لي أن جميع من خلق الله يدخلون النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الواحد بهالدرجة لازم عندي أمل في الله كل الخلق يدخلون النار إلا واحد إن شاء الله جانب خوف جانب رجاء حتى تسعد على السطح إذا سقت جانب لا رحت فيها إذا واحد يقول خلاص رب العالمين يرحب ما عنده غير الجنة يطينا من ين تذري ماكو غير الجنة كلنا نروح للهيفن وبعض الفلاسفة يضربون أمثلة عادة استخدمون الأمثلة أمثلة حلوة جميلة بس ما لربط بالواقع يقولون نحن وربنا مثل شعاع الشمس والشمس الشمس يوم اللي يضغي بالشعاع وين يروح يروحوا يا الشمس إحنا مراحيين للأله شوال كلامه هذا خلاف ما قاله الله وقاله الأنبياء والرسل على لسان الوحي أبداً لازم تكون خائف من عملك ولازم تكون راجي برحمة الله ترجو رحمة الله وتخاف من عملك الخير من ربك والشر من نفسك فدائماً عندك رجاء ومعنى الرجاء ما قاله الإمام علي سلام الله عليه حينما قال معاوية إني أرجو وآمل رب العالمين شنو الإمام علي يقول يتكلم علينا وعلى أمثالنا أنا عندي أمل بالله الإمام علي قال ما باله لا يظهر أمله في عمله لو أنت فعلاً عندك أمل بالله وثقة بوعود الله فإذا قيل لك ركعتين صلاة هذه الليلة لها ثواب خمسين حجة نور يوم القيامة يسعى بين يديك تروح تصليها عندك أمل لازم هذا الأمل يظهر في العمل قال ما باله لا يظهر أمله في عمله أشوء عمله ما يدل على أنه عند أمل بالله اللي عند أمل بالله أنه لو ترك الظلم وترك السلطان في هذه الدنيا يحصل على ملك لا يبلى في يوم القيامة فعلاً يترك هذا معنى الأمل عندنا أمل بما قال الله وما قال الأنبياء والرسل على لسان الله وفي نفس الوقت عندنا خوف فلا نرتكب الموبقات والمعاصي والفسوق والفجور وترك الواجبات لأننا نخاف ونعمل بما أوجب الله علينا لأننا نرجو هذا معنى أن قلب المؤمن بين الخوف والرجاء ما هي الأعمال التي تؤدي أوعدنا على أنها تؤدي بنا إلى الجنة والفردوس إن شاء الله في وقت آخر لأن الوقت قد داهمنا بسم الله الرحمن الرحيم نعود إلى هذه الآيات المباركات ونحاول أن نكون من من تنطبق عليه وتصدق عليه هذه الآيات وهي من كلام الجنة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم خافضون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين